ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم حتى نحيا القرآن الكريم بحاره ليست ككل البحار كل البحار إذا غرقت فيها تموت وأنوار القرآن إذا غرقت في أنهاره وبحاره تحيا فهذه الأنوار في وضاة الربانية سبحانه وتعالى اللي كتبها لنا في هذا القرآن التي لا تخلق على كثرة الرد هي التي تبنينا في رمضان احنا قررنا أن نحن في رمضان ليبقى شعرنا القرآن يبنيني وسرنا من أول الجزء الأول ثم الجزء الثاني إلى أن وصلنا إلى الجزء الخامس معانا في يومنا الخامس ونحن بنتنقل في كيف أن القرآن يبني ذواتنا فوصلنا إلى أن اللبنة الأولى في ذواتنا أننا عبد ممدود ثم اللبنة الثانية كانت أننا عبد مكرم ثم اللبنة الثالثة أننا عبد مدبر له ربنا سبحانه وتعالى دبر لنا حياتنا كلها ثم كانت اللبنة الرابعة هو أننا عبد ساعي لكي نحافظ على إحسان الله لنا لابد أن نسعى وييجي الكلام النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا بتتعامل مع تخوف أساسي معانا وهو بتتعامل كمان عن وجع وجع لدى الناس والطراب شديد جدا جدا فيأتي قوله تعالى وإن كان القوله تعالى جاي في مسألة الطلاق لكن بيقرر حقيقة حقيقة وكأنها سنة كونية إلهية في الحياة كلها يأتي الكلام وإن كان الكلام في مجال الطلاق لكن هو في مجال الحياة بأكملها ماذا يقول لنا مولانا؟ يقول لنا مولانا في سورة النساء وإي تفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما طب الآية دي جاي بتعلمنا إيه؟ بترد على اللي بيحصل لنا في بعض الأحيين لما يجي تيجي علينا أوقات نبص للحياة من خرم إبرة ونشوفها صغيرة وضيقة وما فيهاش وسع واللي نفسنا فيه ما نلاقهوش وقبل ما أقول لحضراتكم حل المشكلة حابب أقول لحضراتكم إن النظرة الضيقة دي ساعات بنسميها النظرة الأنبوبية زي ما تكون كده بتنظر من شفاطة بتنظر نظرة أنبوبية وساعات بيسموها أهل الإدارة دي نظرة النملة شايف كل حاجة كبيرة قدامه وعملاقة وعقبة وضيق وفيه نظرة تانية عند في علوم الإدارة بيقولوا إن دي نظرة بتشوف الحاجات من فوق فتشوفها الزيارة بس تشوف الصورة كاملة ودي نظرة الطائر بس فيه نظرة إحنا بنحب نتكلم فيها هي دي النظرة اللي هتخليك تشوف الآية دي وتشوف جمال ربنا سبحانه وتعالى وبيخطبك بالآية دي وإنك أنت ترى الحياة من عند الله وساعت النظرتي اسمها نظرة النور لأنك ستكون في حضرة النور اللي هي النظر اللي ممكن للاقيها فين للاقيها في قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء يبقى الأشياء ممكن ترى من عند الله طب لما أشوف الحاجة من عند الله أرى إيه أرى الوسع وأرى الوسع فما تبقاش الدنيا أكبر عن منا ولا مبلغ علمنا لكن نشوف الدنيا بهذا الاتساع وخلونا كده نعيش مع آية النهاردة وهي بتفكرنا بقضية الوسع أقول لكم حاجة أنا شخصيا شايف أن المدخل الكلام عن مدخل الحضارة في بعض الأحيين ما بيبقاش كافي في الكلام عن كل قضيانا الآن لكن المدخل اللي يستحق إن احنا نتكلم عنه هو مدخل الوسع لابد إن نتكلم في كل قضيانا عن الوسع إن الأصل في الحياة الوسع والسعة وليس الأصل في الحياة ضيق يعني إحنا مش بيجي مش إحنا بيكون في ضيق فنقعد نمزق ونقعد نعافر عشان نوسع أبدا الآية ما بتقول لناش ده تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ونكون الكلام في مسألة الطلاق بيقول لنا الطلاق اللي بتضيق فيه أنظار الناس ونفوس الناس وتحضر الأنفس الشح ويبقى الصراع إلى آخره وحقي وانا لازم أنتقم لشرفي وانتقم لقرمتي وانتقم اللي قاله علي شوف كل هذا الضيق وكل هذا الصراع وكل هذين مخاوف يأتي الله سبحانه وتعالى يقول وإي تفرق يغني الله كلا من ساعتي كلا من ساعتي إيه ده كلا من ساعتي كل واحد عنده ساعة وإي تفرق يغني الله كلا من ساعتي وكان الله واسعا حكيم وده معنى إيه ده معنى زي الحديث اللي كان الرسول الله سلم مشي من عنده بعض الصحابة فأضاءت عصاه وكونوا هما اجتمعوا على محبة الله فلما تفرق كل واحد مزك عصيته فأضاءت العصاتان يعني إيه الحكاية يعني كل واحد ليه ساعة كل واحد الله سبحانه وتعالى جعل حياته واسعة ففي الآية وقفة وقفة أولى لازم نقفة مع بعض وهي الوقفة اللي فيها إن يغني الله كلا من ساعتي يعني كل واحد مننا ليه وسع وحياته مبنية على الاتساع يعني إيه حياتك مبنية على الاتساع يعني إنت في الأساس أقول لكم حاجة في الأساس إنك لو عشت رزقك سيصل إليك وباتساع وبكفاية رغما عنك طب ليه بقى نشتغل ورأي ربنا بيطلوب مننا إننا نحن نشتغل عشان نشوف الوسع ده أنت لن ترى الوسع كما تكلمنا أمس لن ترى الوسع إلا في السعي فنحن نسعى فليه بقى جبنا صفة الوسع بعد صفة السعي لأن كل ما هتمشي كل ما هترى الوسع يبقى من أين يأتي الضيق يأتي الضيق من عدم السعي طب إذا سعيت سترى الوسع وهو ده اللي ممكن نجده في قوله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له كده استعن بالله تجده تجاهك طب أنا إذا سرت وأنا مستعين بالله فوجدت الله فأجدي أجد الواسع فأجد الواسع ماذا؟ بالوسع فأجد وسع الله سبحانه وتعالى ولذلك مهما كان الوسع اللي ربنا أعطاه ليك فهذا الوسع لن يضيق على الآخرين فلو حصل تضيق منك على الناس يبقى ده من قصر نظرك ومن نفسك لأن أنت لازم تعرف أن أنت لما ضيقت على الناس ضاق عليك حالك مش لأن ربنا هو اللي ضيق عليك لكن لو عشت بنعمة الوسع هتوسع على نفسك وهتوسع على الناس ولذلك أنا دايما أقول للناس حكمة مهمة أول بتقول إيه؟ أن ضيق الرزق من قصر النظر ضيق الرزق من إيه؟ من قصر النظر يعني وكأن الرزق واسع بس احنا لما ضيقنا نظرنا ضاق علينا الحال ولذلك الوقفة التانية اللي في الآية بتقول إن الله سبحانه وتعالى هو الضامن لهذا الوسع هو الحافظ لهذا الوسع يعني ما حدش هيجي يقدر يضيق عليك وعرف أنت واحد يقول لي يجي واحد يقول إيه؟ أن فلان دوت والله العظيم بيأزيني في لقمة عيشي فلان دوت والله العظيم يعني سبب لمشاكل هيقطع لقمة عيشي مفيش الكلام ده لأن الله سعى وكان الله واسعا إيه؟ حكيمة يبقى مفيش حد عيضيق عليك وده معناه أن وسع الله لك وسع محفوظ مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى يعني أفضل وشاملة وعامة ولا يمنعها أحد وليست هكذا اعتباطا دي بحكمة ووسع الله سبحانه وتعالى لا حدودة له شوف كده القرآن حب يصور لنا جزء من هذا الوسع اللامتناهي فقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وسع غياب الوسع ده بقى في حياتنا بعضنا خلاه عنده حالة من حالات ما أسميه أنا دي الخلق المزمن عنده دي خلق دايما مش طيق نفسه مش طيق يكلم حده مش طيق يتعامل مع حده وحياته كلها حاسس أنه مليئة بالمشاكل وأقل حاجة تحسسه أنه هو ما عندهوش وسع وأنه هو هيدخل في دي ويدخل في مشاكل فده شخص مش بيعمل مشكلة على أدفع دايما تجده بيعمل مشكلة على أدفع الأسباب لكن اللي عايش في وسع الله ما تلاقوهوش بيوقف عند أدفع الأسباب ويعمل عليها مشكلة سواء في البيت أو في العمل بل بيستوعب الناس ويتعلم أنه هو كل ما يستوعب الناس كل ما يتسع وينزل عليه تجليات اسم الله الواسع وعشان كده الدعوة دي على قلبك لازم تخلي الدعوة دي تجري على قلبك ولسانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم لازم تمر ندع لقلبك وعشان يتحقق ليك الوسع لازم يكون فيك ثلاث صفات لازم تكون صبور وطيب بلاش بقى أن أنت تبقى صبور وتبقى قلبك مال بالأحقاد لكن تكون صبور وطيب وتلتمس للناس الأعذار وعشان كده لازم تستمر في مسألة رؤية الوسع